نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مزاعم بايع الحكومة لأصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات دولارات بدعوة تلف حجج وأسانيد ملكياتها لأصحابها بحريق مبنى وزارة الأوقاف وأشار المركز إلى أن حريق مبنى وزارة الأوقاف لم يتسبب في تلف أي مستندات أو حجج تتعلق بملكية المباني والأصول حيث أنه قد تم بالفعل نقل كافة محتوى المكاتب المحترقة منذ قرابة شهر إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مشددا على أن أموال وأصول الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساز بها أو التفريط فيها ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين